بعد الجدل الذي آثرته قضية استرجاع ممتلكات الأقدم السوداء بالجزائر داخل الوطن وحتى خارجه رئيس الجمهورية يغتنم مناسبة ذكرى استرجاع السيادة الوطنية ليؤكد أن استرجاع الجزائر للمتلكات الشاغرة عقب الاستقلال كان إجراءاً مشروعاً جاء في السياق ما فعله المستعمر الفرنسي بممتلكة الشعب الجزائري حيث أصبح جزءاً لا رجعت فيه من تشريع الدولة وذلك في رسالة وجهها إلى الأمة بمناسبة إحياء الذكرى الرابعة والخمسين للاستقلال موقف يعتبر رداً على السلطات الفرنسية التي ظلت تعتبر استرجاع هذه الممتلكات أمراً مشروعاً حيث أكدت على لسان وزير خارجيتها في رده على سؤال من نواب البرلمان الفرنسي بشأن الموضوع نهاية الشهر الماضي أن قرار السلطات الجزائرية يخص تعويضات وليس استرجاع الممتلكات مطمئنة للنواب الذين اخترحوا اللجوء إلى التحكيم الدولي لاسترداد ما يعتبرونها ممتلكاتهم كما من شأن رسالة الرئيسي هذه تفنيد الشائعات التي أعقبت انهامها من مدير السابق لأملاك الدولة والتي ربطتها بعض المصادر بتصريح محمد حيمور الذي أكد فيه ثبات موقف الدولة الجزائرية من هذا الملف الذي يحسي أكثر من 180 ألف سكن تطالب به الأقدم السوداء هذا وكان مجاهدون قد طالبوا بالمناسبة السلطة الرد على القوانين الفرنسية المستفزة ودعوا إلى سن قانون لتجريم الاستعمار معتبرين أن الوقت مناسب جدا للتعامل بالمثل كان من المفروض لنا نحن حتى من ناحية المعنوية فقط أننا نقدم مشروع قانون للبرلمان ليصوت عليه وهو مشروع تجريم الاستعمار حتى يبقى كذاكرة لأبناء جيل المستقبل تستمر إذن ملفات الذاكرة في توتير العلاقات بين الدولتين فيما يرى البعض أن ردود فعل الجزائر تبقى دون التصعيد الذي تنتهج فرنسا بهانة الرموز الجزائرية وسن القوانين الاستفزازية